يعني احنا طالبنا ايضا بتفعيل القرارات السابقة بالدورة النيابية الرابعة اللي خاصة بمغادرة القوات الأجنبية بالمناسبة حتى الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية حتى هذه الاتفاقية اتفاقية مذلة أولا اتفاقية مذلة ثانيا وين بنوتها ليش من الصعوبة أن نوصلها ونطلع على البنوت والتفاصيل يعني أسرار عليك كنائب أسرار على الهدف الدفاع سيد المالكي ودولة القانون بالشكل العام يقدمون هذه الاتفاقية على أنها اتفاقية يوم نصر يوم سيادة لا لما وزارة الدفاع الأمريكية أو المتحدث باسم الحكومة الأمريكية يقول والله احنا اكو فقارات بالاتفاقية مع الجانب العراقي تسمح لنا رسميا بالدفاع على النفس اذا استهدفت قواتنا وعليه احنا رح نضرب هالاتفاقية اللي تمطي للمقابل شرعية ان يضربني هاي اتفاقية مذلة هاي مو اتفاقية نصر وبعدين من الوابح يعني الأمريكان أيضا لازم يعني يحددون نوعية العلاقة اللي يريدوها مع العراق انت أن تتعاون تتعامل معانا كدولة صديقة فهذه إلها طبيعة معينة ومفروض العراق أيضا يحدد علاقته وطبيعة علاقته مع واشنطول هذا شيء يحتاج مو بس طبعا نحن يعني حتى نكون نتكلم بشكل عام السيادة لا تتجزأ احنا لا نتكلم عن السيادة فقط إذا الولايات المتحدة استهدفتنا في مواقع في أي مدينة عراقية ولا نتكلم عن السيادة فقط إذا قوات التركية انتهكت الأراضي العراقية أكثر من تسعين كيلو متر في بعض المناطق بضواحي الموصل وميين سوران وبعشيقة وغيرها السيادة لا تتجزأ سواء إيران اللي تتضربنا تركيا اللي تتضربنا وتتجاز على أراضينا على أجوانا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا السيادة هي السيادة واحد يعني فهو شيء جزء واحد ما ممكن نجزأها فأي اتفاقية تسمح للآخر الأتراك الآن أيضا يتشدقون يقولون أن هناك اتفاقيات مع الجانب العراقي تعود إلى التسعينات وبعضها إلى الثمانينات من القرن الماضي هي اللي انطلتنا الحق أن ندخل بأراضيكم حتى انطارت بعض العناصر من البككة أو غيرهم أي اتفاقيات من هذا النوع ولذلك أنا عرجت على الاتفاقيات مع الجانب التركي لأنهم يتكلمون تقولون عندنا اتفاقيات تسمح بالثمانينات وحدثناها بالتسعينات في زمان النظام البائد الدكتاتور تسمح أنه احنا وانتو ما غيرتوها الاتفاقيات